السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع بعض النهاردة في الفيديو هنفتح على الفسيخ بتاعنا لو متذكرين النهاردة له 16 يوم بالتمام والكمال بصراحة انا ما كنتش متخيلة انه هو هيطلع معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده بصراحة النتيجة صدمتني اول حاجة كده في تنظيف الفسيخ علشان نشوفه هحضر صينية معايا وحطها داخل كيس هجيب كيس بلاستيك كبير اي لون بقى عندك ادي الفسيخ بتاعنا في نفس المكان لو انتو متذكرين ادي شكله هنفتح عليه مع بعض خطوة بخطوة هبقى سيبلكو رابط تخليل الفسيخ في تعليق مسبت علشان تشوفي الطريقة وتشوفي اسهل طريقة واضمن طريقة كمان لتخليل الفسيخ هنفتح الكياس بتاعتنا ولو انتو فاكرين احنا كنا مغلفينه مع بعض بالستريتش رول قلنا علشان مفيش اي هوا يدخل فيه ودي حاجة مهمة خطوة مهمة جدا ان الفسيخ بتاعك يطلع كويس مبدئيا الشكل مرضي والريحة كمان مقبولة جدا هبدأ كده اشيل كل الحاجات اللي متغلف بيها ادي شكل السمكة زي ما قلتلك اختاري السمكة بتاعتك يكون حجمها حلو كده كبير علشان تديك يعني تطلع بخير هكده معاك ويكون فيها ايه تقدري تكل منها واتطلعش نشفة معاك تطلع طريقة هدي الفسيخة التانية هنبدأ دلوقتي مرحلة التنظيف طبعا عايزين نتخلص من كل الحاجات دي الاول علشان نبدأ على نظافة انا دلوقتي لو انتم اخدين بالكو انا حتى فوق الكيس الاسود حتى كيس ابيض تاني بصوا القشر بتاعي بمنتهي السهولة بيطلع هنضفه كده بالطريقة دي الاول هشيل القشر وزي ما قلتلك انا حتى فوق الكيس الاسود حتى كيس ابيض يعني عشان ما تقوليش اللون وكده طبعا لان احنا كلنا عارفين ان الكياس السودة دي مدرة هبدأ دلوقتي اقصها كده بالطريقة اللي انتم شايفينها شلنا القشر وشلنا الزوادات قصناها هبدأ دلوقتي افتحها هجيب المقصة وهفتحها وهتطمن عليها من جوه ادي شكلها هجيب معلقة واي حاجة هنضف بيها طبعا انا بعد ما شلت القشر منها وكده خدتها تحت الحنفية غسلتها ادي شكل الفسيخة من جوه ما شاء الله جميلة جدا زي الزبدة زي ما بيقولوا هنبدأ ننضفها مع بعض هنشيل الزيادات واي شوك فيها ودي زي ما قلتلك كل ما تكون السمكة كبيرة شوية كل ما تلاقي فيها كده لحمة ويعني تعرفي آآ تكلي منها كده بنفس هبدأ كمان هنضفها كويس وهشيل الزيادات دي خالص وهشيل آآ كمان الراس دي ما لهاش اي تلاتين لازمة بعد ما نضفتهم وخلصتهم وتخلصت من الراس خلاص كده المكان اللي نضفنا فيه شايفين بكل سهولة انا هقدر قتني الكيس كده واخرج منه الصينية وزي ما هو كده اشيله طبعا وارميه في الباسكت شايفين ما عملناش اي حاجة هو على الرخامة ولا على الصينية ادي شكلهم تقدري تاكليهم تاكلي منهم كده على طول آآ تاكلي الفسيخ بالطريقة اللي تحبيها يا رب بتكون الطريقة عجبتك والآآ والفسيخ بتاعنا ينول ردوك موسيقى 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 موسيقى